موسيقى جاء قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الكروي في العشرين من مارس المقبل بردا وسلاما على مئات الاندية والالاف من اللاعبين بعد فترة ترقب دامت لاكثر من اسبوعين منذ اتخاذ الحكومة قرارها بوقف المسابقات المحلية عقب حادثة ملعب الدفاع الجوي التي وقعت قبل مواجهة الزمالك وانبي في الثامن من فبراير الجاري واودت بحياة عشرين شابا من جماهير الزمالك الحكومة قررت خلال اجتماعها صباح اليوم تشكيل لجنة تضم وزارتين الشباب والرياضة والداخلية والتحاد كرة القدم المصري لبحث ترتيبات عودة المسابقات المجمدة بدون جمهور بعد انتهاء فترة الحداد اربعين يوما القرار القابل كرة في ملعب مسؤولي الجبلاية ووضعهم امام حزمة من التحديات بعضها متعلق بانجاز ما تبقى من الموسم الرياضي في الوقت المحدد عن طريق ضغط المباريات والبعض الاخر بدراسة كل السبل الكفيلة بتوفير عوامل الامان داخل الملاعب وخارجها عن طريق مخاطبة الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ماذا بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط واختفاء الهاجس المخيف الذي كان يهدد بالقضاء على كرة القدم المصرية لفترة طويلة كيف ستتغلب لجنة المسابقات برئاسة عامل حسين على اهدار اكثر من اربعين يوما من عمر المسابقة الاهم والاكبر في ارض الكنانة وهل ستختار ضغط المباريات لانهاء الموسم في الوقت المحدد ام تلقى لخيار مد توقيتها على حساب الموسم القادم احمد مجاهد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم يجيب على هذه التساؤلات ويكشف كواليس الاتصالات التي تمت بين مسؤولي الاتحاد المصري ووزارة الرياضة التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار كل هذا في حوار صريح بالملعب اشتركوا في القناة